احتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في وقت تتزايد فيه عمليات قمع الصحافيين في أنحاء مختلفة من العالم وتأتي في مقدمة البلدان التي يضطهد فيها الصحفيون البحرين التي استعادت مكانتها في القائمة السوداء لأسوأ الدول انتهاكا لحرية الصحافة في العالم بعد أن احتلت المرتبة 164 وفقا لمؤشر منظمة مراسلون بلا حدود ووفقا للتقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين فإن البحرين واحدة من أكثر الدول اعتقال للصحفيين نسبة إلى عدل السكان حتى أنها تفوقت على تركيا التي تصدرت القائمة وبستة أضعاف النسبة ويقبع في معتقلات آل خليفة عند من الصحفيين البحرانين وأبرزهم المدون والأكاديم عبدالجليل السنكيس الذي حكمت عليه محكمة خليفية بالسجن مدى الحياة في العام 2011 والمصور أحمد حميدان المحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات والمصور حسين حبيل الذي وثق أحداث التورة وصدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وكان نصيب المصور المشهور عالميا سيد أحمد الموسوي الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات مع سحب جنسيته صحفيون آخرون جرى اعتقالهم ومنهم الصحفي العامل في صحيفة الوسط محمود الجزيري والصحفي علي المعراج والصحفي بيس الهيات الحقوقي البحراني المعتقل نبي الرجب يواجهه والآخر اتهامات على خلفية نشره لمقالة في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فيما يواجه صحفيون آخرون مضايقات من أمتال نزيه سعيد وأحمد رضي تعرضت لتعديب بدني ونفسي فقط على أثر السمع الكل في أدني اليمنى وتعرضت لأزمة قلبية عجلت لفراج عني في هذا اليوم تبدو الحرية الصحفية غائبة في البحرين كباقي الحريات التي يسعى الشعب البحراني لاستعادتها معتمدا على قواه الذاتية وعلى نهج المقاومة الذي لا بديل عنه لاستعادة الحقوق عبر إسقاط نظام حكم عائلة آل خليفة القامع للحريات ترجمة نانسي قنقر